تحت شعار صيفون سلام اختتم المركز الصيفي الخامس في منطقة الشقب بتعز باحتفال تكريمي مميز أبدع فيه المشاركون في عدد من فعاليات المركز التفاصيل في سياق التقرير الذي أعدته الزميلة نعائم خالد المركز الصيفي الخامس إبداع وتميز منطقة الشقب وفي عزلته الثلاث كان هناك مركز صيفي فيه نمطية التعلم والمهارات الإبداعية في منطقة تعتبر خط تماث والناس فيها يعانون التعب والفقر والرعب من ميليشي الإنقلاب إلا أنهم يشقعون أبنائهم في الانخراط في المراكز الصيفية والتعلم كل ما هو جديد ومؤسسة سلام يمن سخرت لهم الإمكانيات ليسعد الأطفال وهذا حال سامية فهي تنشد وتشارك في حفل الاختتام وكأنها وقدت مبتغاها في إبراز موهبتها ما صديقاتها أسست سلام يمن جعلت من أهم أولوياتها إقامة هذه المراكز الصيفية بدأناها للمرة الأولى في تعز وفي هنا في الشقب والنجادة في صبر الموادم أردنا أن نخرج الأطفال من جو الحرب والحصار والقصف والقذائف من أحزانهم المتوالية على فقد آبائهم من جو التشرد والنزوح والمعاناة للعام الثامن على التوالي هذا ليس المركز الأول ولكنه المركز الصيفي الخامس الذي نقيمه في هذه الجبال وفي مدينة تعز أيضا الوضع مختلف هذا العام حيث كثر عدد المراكز التي تشرب عليها المؤسسة إذ بلغت ثلاثة في صبر الموادم وواحد في المدينة واثنين وثلاثين مركزا في مقبنة سيكون لنا عندهم زيارة بإذن الله اليوم نحن هنا في عزلة النجادة نشاهد إبداعة الأطفال مخرجات هذه المراكز الصيفية التي كانت حافلة بالأنشطة الصفية ولا صفية من رياضة من مباريات من منافسات من إبداعات وجدنا يعني العمل هنا رائع ولذيذ نجد أننا نغطي فراغا نفسيا فراغا يعني وجدانيا لدى هؤلاء الأطفال ولدى هؤلاء الأبناء سواء في المناهج نظرا للنزوح المدرسين بشكل عام وفي الجانب الآخر جانب القذائف والقصف والحصار سبب لهم كبتا نفسيا فضيعا فهذه المراكز يجدون فيها متنفسا رائعا ونحن حريصون على أن نستمر ونرجو من الله أن يعيننا لنستمر في تقديم هذه الخدمات التعليمية التي بها تبنى الأوطان المركز الصيفي الخامس حامل شعار السلام وجسد السلام في تكريم المبرزين والاهتمام بهم فهم أمل المستقبل سبق الاحتفال في منطقة الشق مراكز الصيفية في المدينة دم الأطفال وخصوصا أيتام الحرب الذين وجدوا أنفسهم بلا أبن تحتويهم المراكز الصيفية ليرسل رسائل السلام والعلم في تاعز المحاصرة حبر مؤسسة سلام يمن صفتت من المركز الصيفي أحلى مركز صيفي وأحلى مركز صيفي في المدرسة وأحسن من المدرسة وتعلمنا كمان أناشيد وأستاذون وشكرا معلمي صيفنا سلام هذا ما يقوله أطفال أبناء الشقب في مركز صيفي أهتم بهم وأهتم بإبداعتهم على مدى شهر كامل نعايم خالد قناة عدن فضايات عز